السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي الطبخ بقى اسهل نهاردة ان شاء الله هنشوي مع بعض اللحمة هنعمل كباب طبعا ده كباب اللحمة العجالي دي لحمة عجالة عادية زي ما انتوا شايفين انا كنت جايبها الغرض للطبخة اصلا وانا هدلوقتي هشويها يعني هي مش حتة مخصصة للشوي من اصله بس انا هعملها دلوقتي كباب وهشوفها هنعملها ازاي معانا ميت بصلتين زي ما انتوا شايفين ومعايا كده 3 فصصتهم او 4 فصصتهم مقطعوهم عادي علشان يدي له برضو طعم حلو معايا طمطميتين مبشورين زي ما انتوا شايفين كمية اللحمة دي اصلا كيلو ونص ودي نص كباب خل وكمان نص كباب زيت ومعايا بقى التوابل بسيطة مش كتير بس هي دي الاساس في التدبيل بتاعنا النهاردة هيبقى ملح كفاية ملح كتير شوية وفلفل اصمر ومعلقة كبيرة بهارات لحمة وكمان 3 ورقات من اللورة هنبدأ بقى مع بعض نشوف نحط كل المكونات اللي جهزناها للتدبيل دي عشان نتبل اللحمة وطبعا تدبيل اللحمة هيكون من بالليل احنا دلوقتي بالليل وبكرة ان شاء الله هنبدأ نشويها على الفحم ونعمل الكباب قد معاكو وهتبقى سهلة باذن الله وهتبقى طعمها جميل جدا عشان التدبيلة دي ممتازة قوي احفظوها عندكم دي لتدبيل اللحمة حطيت مية البصل وحطيت الطمطم المبشورة وكمان هحط التوم التوم ممكن تستغني عنه بس هو بيضيف ليها طعم حل وكمان هنحط بقى الخل والزيت معنا الخل بقى أساسي الخل أساسي في تدبيل المشويات وهنحط الزيت عايزة تقليلي شوية عن كده ممكن تقليلي براحتك هنحط نص كباز غيرها علشان يدي لمع كده ويطريها وهيبقى يسويها معنا ان شاء الله هنحط بقى البهارات بتاعتنا وزي ما قلتلك الملح على حسب كمية اللحمة اللي انت حطوها ده كيلو ونص لحمة الزيت اللي معنا ده بيشرب شوية الملح أو بيقلله فاحنا دلوقتي حطناه ونضيف بقى كل الخليط بتاعنا ده ندويبه كويس ونضيفه على اللحمة وعشان تاخدي نتيجة كويسة لازم اللحمة تتبل من الليلة اللي قبلها علشان تقعد في التلاجة مش أقل مش أقل من ست ساعات ليه بقى؟ علشان تتشرب من الملح تتملح كويس تاخد طعم البصل وطعم الخل والخل كمان يسويها يعني انت تقريبا بتسويها نص تسوية وانت بتتبليها دلوقتي بعد كده بقى بتتشويها بالطريقة اللي تعجبك أنا شويت معاك وكتير قبل كده نحط لكم روابط المشرويات كلها في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها تاني بس أنا بشوي دايما في الشوية عندي على البتجاز النهاردة ان شاء الله هنعمل الكباب بتاعنا على الفحم وطبعا زي ما انتوا عارفين الفحم أصلا توليعه سهل جدا ما بياخدش معاك أي وقت انت بتوليع كده فحمتين على النار بأي طريقة عندك كده لو عندك علبة تسامنة وعايزة تعمل لها كده فتحات وتحطي فيها الفحم وتوليها لحد ما يولع وبعدين تضيفيه على الفحم الباقي اللي عندك وبالتهوية كده بمروحة ولا بأي حاجة تهوي بيبدأ يولع معاك الفحم على طول يا إما تحطي الفحم نفسه على النار زي ما بتحطي فحمية كده عشان نحطها في الصينية بعد تجهيز الأكل أو كده هنحطه وهيولع معاك بسرعة هتحطيه في وسط الفحم برضو هيولع على طول خلصت التدبيل وقلبت التدبيل في اللحمة زي ما انتوا شايفين وهبيتها بقى وبكرا ان شاء الله هنروح بقى في مكان تاني في الواسع كده ونشوف ايه هنشوي مع بعض ازاي على الفحم زي ما انتوا شايفين واللعن الفحم زي ما انتوا شايفين كده وحطينا اللحمة بصوا شكلها عامل ازاي شكلها جميل جدا ومستوية حلوة جدا جدا وعايزة اقول لكم بالرغم ان انا مكنتش مجاهزيها اصلا للشاوي بس هي زي ما انتوا شايفين استويت حلوة كويس قوي ولونها زي ما انتوا شايفين روعة حطناها على الفحم وطبعا بتستوي على الصهد بتاع الفحم ده بنبدأ نقلبها كل ما تلاقي واحد تحمرت كده بتبدأ اتغيري وتنقلي في الاماكن اللي بتستوي بتنقليها بعيد شوية وتقرب اللي لسه محتاجة سوى لحد ما توصل معاك للنتيجة النهائية وتشوي اللحمة بتاعتك بطريقة ممتازة جدا طبعا دي كانت لحمة عجالي معايا كمان كده حطة ضاني انا كنت تابلتها بالليل بعد ما تابلت معاكم الكباب بتاعنا ده وهشويها برضو دلوقتي معاها علشان نكمل اللحمة اللي معنا كلها دي بقى الضاني فيها برضو ريشة وفيها قطع من الضاني زي ما انتوا شايفين دي بقى شويها بقى دي اخر حاجة حطتها طبعا انا حطت كزا مرة ورا بعد وانا ورتكم يعني مرة منهم علشان ما اطولش عليكم الفيديو ودلوقتي بنقلب كده القطع اللي معنا دي كانت حطة شوية فيها عظمة بس كانت برضو دلنتني وراها لحد ما استويت وبعدين بنقلب زي ما انتوا شايفين كده وكده خلصنا الكباب بتاعنا ما خدش معنا واي وقت خالص على فكرة شوي على الفحم ما بياخدش وقت بس محتاج دايما تقليب مستمر عشان اللحمة ما تتحرقش معاكي وتاخد لون حلو شايفين كده انا شاويت اللحمة بتاعتنا شكلها جميل جدا طعمها روعة التدبيلة دي ممتازة جدا والشكل زي ما انتوا شايفين اهو جربوا بقى الشاوي بطريقتي وجربوا تدبيلتي وكده قدمنا الاكل معاكو عملنا معاها طبعا السلطات بتاعتو اتمنى الفيديو يكون عجبكو واشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله وما تنسوش اللايك للفيديو اشتركوا في القناة